جي أرياضي تونسي البلاغ صادر فجر اليوم وخاصة الأمور الفنية زادة في مقابل تأسك مموزع قبل ذايا الكل أمين كامون ووليد لهيشري طلبتوا أنه تعطيوا رايكم في المشاركة مشاركة المتخب الوطني في دورة عسيمة مصر بمنكم ما كنتوش موجودين بعد نهاية الدورة ذايا عندكم ما تقولوا نخو رايكم ووليد وامين في ساعة في ساعة من تقولوش بالنسبة لي أنا التورنوها هذايا معناه بش نقول وستفدنا منه عملنا دو ماتش وكهو الناس جريت وعملت عملت اي فور كنا باهين ماتش كرواتيا كنا معناها أقل من المتوسط الماتش نيوزيلندا معناها معناها معناش ماتش لحقيقة كبير كبير فمثني اتبقى ذيك هاي الامور ما زلت دخل بعضها توا ومبعث رايما ما تقوليش لا فنية لا تكتيكية لا هاو جاوباهي لا اخويا ما فماش جاوباهي ما فماش لا فن لا تكتيك فما أنا نفهم يجي انترينور كيما رجيلو مير كيكا الشخصية كيكا والكاركتيرا كيكا ويشدنا اخويا المنتخب متاعنا ويمشينا الامور لخاطر راهو شي يعمل العار بايهي نريد ساعات اتجيب عشتحكي على الجانب الفني والتكتيكي تلقى روحك تبعد معناها غير ما تشعر ما تشكروا الوقت يا عملنا ما تشيش محترم وهذه مش هول مر نعملو ونعملو العار معنا مر نعملو ونجيو مع ماله نعملو ماتش كوركت نخسره مع غامبيا ونربحه نيجيريا معناه مش اول مرة احنا دي ماكيكا لكيب نيجيريا تذبذب غير مفهوم تذبذب مش عادي ماتش كبير ماتش ضعيف اي منتخب في العالم معناها ونسيان تحترم نفسها وعندها فوتبول وعندها تاريخ عندها فكرة وعندها ايدنتيتي في اللعب ومنتخبات عندها دي بلون دو جو واضحين اخويا حسب امكانيات اللاعبين متاعك انا امكانيات اللاعبين متاعك نجم نلعب لاتاك رابيد لا نلعب لاتاك بلاسيك نلعب على الكنتر عندي دي جور رابيد نلعب على الكنتر وتشوف هالفكرة في التيران احنا متشوف حتى فكرة تشوف كان الناس هاوكا تدفع داخلين بعضهم طيش كورة هاكذا كان جيت فوتيته اكسيون هاكا رابيد شوية نتع ترواه كاتباس وصلنا للسورفاس نيزولندا بريمير ميتون شدتنا في تركينا تدخلنا للسيمتر ونحنا ندفعه بثمانية كيفية رابحين نيزولندا ببنالتيات ناس تعنق في بعضها وكذا معناتها رانا تونس منتخب تونس منتخب تاريخ في الافريق ومنتخب نورمال مون يربح ويمشيوا يجريوا الفستير معنقوش بعضهم نيزولندا ببنالتيات هاو حايدر نبدأ السعب ماشكرواتي اللي كان مباراة مقبولة مقبولة جدا ما نجمتش نفهم التحامل الكبير على المنتخب في ماتش كرواتي لانه ماتش اللي كنا باعه على الاخر ونضيع الكورة وينما ناخذوها بعد لزوين منوت الحق كان الماتش مقبول كانت لفكار واضحة على مستوي دفاعي صحيح قبلنا اللعب وقبلنا باش نطايح البلوك لكن التحاولات متاعنا كانوا مدروسين وقتا مشيت بعض نحكي بعض زوين منو دجو وقتا مشيوا الترانزيسيون رابيد تكمل وقتا اللي ملقوش ترانزيسيون معانتها رابيد نمشي ونشدو الكورة متاعنا ونسي تنستاليه في الشتر تيران دي مومون في المنتخب الكرواتي عملنا ذيكالاكسيون معانتها فابولوز ماذا يقعد الدور تشوفي نازل كل في جي اكثر من 13 ومن 14 مباس وبعد جيت عندي العبدي ويلاراتي يديه ماتش كرواتيا فمثل مالوروزمو مكملش بالاكسيون الخرم تاع صايفالالطايف اللي كانت بنت وامبوتو فيه وبعد فاليبيلانتي ما كناش موش ما كناش موافقين عكس ماتش نيوزيلاندا وهنا انا بش نقولك مثال تخوراي هنا هنا التحافظ ما انا جمش نبدأ ماتش نيوزيلاندا بنفس التشكيل ونفس الملعبية اللي لعبوا تبع لي جورني فيفا اللي صارو الكل صعيب ياسر باش تلقى فريق في جورني كامل اللي يدو جورني في فيفا بدي الماتش الثاني بنفس الحديش متاع الماتش ونفس الشيما ونفس الشيما على خاطر تحب شو تفسيرك لهذا رغم اللي كان فمام لعبية ناجم وياخدوا فرصة ما فماش تفسيرين الحق من قتل كذا رأي خاص مثلا من اللي يتقال تولو ستاف تكنيك خمم اكثر فينو ما يخسرش حتى بالخير لك بو يتقال انو خمم في روح والحقيقة عندي تعليق على جملة ذي فما حتى مدرب العالمي خممش يروح وشون فما مدرب خممش يروح وكي باش يختار يلعب ميحبش يخسروا محبش يا حيدر مليس نتفاعل معاكم بالليه توهيه الجورني فيفا وليماتش أميكول شني مجعولين مجعولين باش نسكر انا ونخرج ماتش نيولة على الكلاسمان اخويا بيه فما ديزي كيب كله على قدهم على الاخر مثلا مش عارف انا سامارينو ولا جبل طارق ولا الانشتاين هذوكم كي يلعبوا هذوكم كي يسكروا نورمال احنا منتخب النجم ونلعبوا كورا معانو زيلاندا تيمركي ثلاثة وقبل زوز نورمال الماتش متاعه لوتريش وتركيا وفاستة بواحد اقوى من تركيا نحن المانيا ربح خسرت وربح سيسما هولندا 2x2 انجلتير و البرزيل وسبانيا تركيا ويستلعبوا تمركي وتمشي في الافان احنا مشينا لعبنا دو ماتش لماركينا لقبلنا لربحنا لخلينا شكون يربح واضح نكمل مع انتعلمات بربي عشر ثوان يمين وعشر الوليد الماتش الثاني تحفظ متاعه ما نجموش نبدأ بالملاعبية من كل كونتر نيوزيلاندا وقت اللي عنا الكمل هيئة على البنكة متاع الملاعبية سواديزان الكرياتيف كنا نجمو ندخلو دم جديد بالملاعب متاع بشوشين برجسور متاع اتحاد الريدي منستيري فيصل المناعي كنا نشوفو ديزات اكون اخرين نعطيو فرصة على الناس اخرين او مو هو كزلات كوداليتش المدرب الكرواتي قبل في الكنفرانس قبل الترنواذية قال اينا برمي ميزو بجكتي في الناس كل ترعب في الناس كل هذا التحافظ الوحيد اللي عندي وقت عملنا اللي شانجمون وبدلنا لسيسام دو جوكي ما قال الكواليد في دوزيان ميطان عملنا شوت ثاني مقبول شوية كونتر كرواتيا ما عنده بش نقل نيو زيلاند دونك علش نقعدوا كل مرة نضيعوا في في شوت الكوب دافريك كاملة عجينا فيها ثناش دقيقة مع مالي الترنواذية عملنا فيها سبعين دقيقة مع كرواتيا وعشرين وعشرين دقيقة مع نيو زيلاند وقتاش باش نعملوا ماتش كامل به وقتاش باش نعملوا الترنواذ كامل به وقتاش باش ندخلوا معنات في ان سيركويت متاع دو بون رزيلتات هذك وقتا نصلوا الوبجكتيف هذك وقتا نجموا نقولوا اللي كيمناسيناد انا فيسع فيسع شوف فما ناس مكون متحبش متصلحي داكوردو انا محلل فني موجود هنا باش نعطي راي وما عندي مشكلة لامعه 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 داكوردو كيف تلعب ماتش بي مع كرواتيا المدرب متصلحي لازم تقول ماتش بي لازم تقول فما قبل في عهد الاغريق برايام اللورواء متاع ترواء مشيل سيسمو اشيل قالوا اعطيني ولدي قلوا مملي زينمي بيف سوريسبكتي فما ناس تلموها معناتها عندهم ناذلة وعندهم معناتها قلة تحياء اللي يحب يضرب رونترنير اه لا ما تشخايب لا مش خايب ماش كرواتيا سكر هو حب يستحفظ باش نبعد يخرج فيه ماتش بيه اموره لكن فما دي سيكون شدينا فيهم الكور يودي شدينا تيشدينا ولا سيبنا ليش ذلك موضوعي مواني يقول لك عليش يحبوا ناس عندهم محبوش منتصلح حيش يقول لك ليه خايبين معناتها في كل الاوقات ليه ما تشكر واتي لعبنا يقول لك انت شكونكو لعب درجة انا لعب ميتون وربعة مش درجة حاجة اخ اخيرا نكمل به راهو طوى في العالم وليت ناس تصوروا وكذا وفيسبوك واحد يا سي حسين جنيا راهو كي تحكي مع عمليعبي على بنالتي ضاعت ولا شوطة ولا شوطة ولا شوطة هكاكرة وتخرج واحد وموش حلو فهمتني ماذا بينا كان ساعة انت ما عندكش دخل في الامور الفنية باش تحكي مع عمليعبي شوطة هكاكرة حسب الفيديو ما تتكلم بطريقة عادية ولا مش عادية حسب فهمت انا نقول فهمتني شوطة هكاكرة ما عاش تفسر ياودي ملاعبي بروفيسيونيل تلعب في مستوى معين تلعب ما تشوكو تخرج تحكي مع اصحابك موش هاو حمزة شاط هدرشنية وهو عزدين وهو عبد الحميد وهو شنو هاذ فهمتني مريفت علي غردين بوت باشير بن سايد ودحمن عم بوكومتديشن ممتازة الحقيقة وقت اللي كان في ماضي موش بعيد الكريز عندنا كريز على مستوى الحراس هوا الحق باللي نشوفه فيه نجم نقوله خرجنا من الكريز باشير دحمن الفور ممتع بن حسين مميش وان شاء الله معز حسن يكون استابل خطر الحاجة الخائبة في معز حسن انه اني بستابل في الراون ممتع اذا هوا ايه نمشيوا بيبن بعد شوان نحلو صفحة تلات ترجيه تونسيا سيكا بيجون والبلاغ الخطير الحقيقة الاسدور البارح على ادارة ترجيه بل ما ندى مع الترجي في خصوص حسين جنيح فقط هو كان نتذكر مليح نعمل التصريح قال مانيش بتراشح الانتخابات الجامعة تونسيك وتقدمه مقدمش استقالته هذا تصحيح يسالهونا حسين جنيح اذا هوا كان يتحثوا على ترجي البلاغ الصادر البارح بلاغ تم وصف وخطير نقرأ هم جافي تدعو الهاي المدير الترجي جماهيرا لتوخي كل درجات الحذار والاقضى بعد ان وردت الينا تفاصيل سيناريو يحبك من طرف بعض المدسين غير منتمين لجماهيرنا والذين سيسعون لاقتناء تذاكروا احداث الفوضى وجر مقابلتنا يوم السبتة مما سيك ميموزا الى امور لا يحمد عقبها ولضرب مصلحة نادين العليا تتسبب لنا في عقوبات رياضية ومادية كبرى خاصة وانه الفريق نزال مهدد دعوك ادارة الترجي تقول انها تخذت الاجراءات اللازمة وتواصلت مع الاطراف الامنية حتى تحرص على انه الامور تصير بشكل جيد دون تهديد مصالح الترجي الرياضي التنسي ترجي ما سنسناش انه يخرج بلاغات من هذا النوع وقت اللي يصدر البلاغة في الفجر اليوم سباح بكري بكري وينبه من اختار وخاصة وليد وامين يقول انه عنا معلومات هذا ما هوش كلام معناها فضفاض ولا تعويم القصة معينة يقول لك عنا معلومات ووصلتنا معلومات انه فهم اطراف تسعى الاقتناء تذاكر واثارة الفوضى في المرعب ترجي مزال في التحت طائلة السرسي ونجم يتعاقب وترجي نجم يخسر كل شي اذا كانت تصير فوضى لانه ترجي نعرفهم لي احتوى اراهن عن كوب دي موند كلاب اكثر من اي حاجة اخر تعليقك على هذا وليد شوف تعليقي انا راني اريد البلاغ مش شككة من لا شيء صار تقبل صار تقبل الحاجة تحجيز كذا شابيب تقبلين ذاكروا بي صحيح تتفكر ذيك ذاكر ذاك وراو شوف علش مش نقعد واحنا توى معناها نغطيه في الحقيقة وكذا فما ساعات بش متى يا اخوية انا ما نحبك تتهرد ندخل هنا نفزدلك حتى يكون موحبة متاع جمعيتك تحب نحكيو لحقيقة معناه تلاجم توصل لحالة لي توصل والله العلي العظيم صدقني فما ناس وصلت بهم معناتها اللا انسانية والخيوبية والكرهية وشو تحب بنتي معناه ياخو تيكي ويدخل ياخو ويدخل وبش يعمل بوبلي بش يفزد اللعبة شو المصلحة معناه مصلحة بش جمهورة ذاك يتعاقب شنية المصلحة يعني يفرح هو يفرح الاخر الفرحة كبيرة شوف منحب شراني انا نخصصها نقول راو جماعة قاعدين يحبوا يسابوتي وجماعة اما في تونس مالورزمون الشيء ذاك قاعد يصير جماهير النجم معناه عنده مشكلة مع التارجي والتارجي عنده مشكلة مع نجم والفريقي عنده مع التارجي ومعالي والسياسيس معالي هذه موجودة يعني بش مات اكيكي اقول لك كان عنده هو سورسي غالطين اما انا اتصور اللي انا نقول فيه صحيح دونك بالنسبة اللي انا رسالة ساعة جماعير التارجي لذي التونسي الكبيرة والعاقلة والرسينة يجب ان يخذوا الشيء ذا بعين الاعتبار وكونوا التجاوز له وخويا وتعزيز امن حتى على محتوى معناه التارجي في السيكوريتي معناه في المنكوران ولا في البرمستاد يلعب ما غير ببليك ولا يتنحى ولا يقصى ولا مش عارف انتصلت بعضهم من الهيئة المديرة في التارجي تونسي يقول انه فعلا فما معلومات توصلوا بها تفيد انه فما ناس تاخد تيكيات وتدخل تعمل فوضى في المنعب يقول انه منذ وصول المعلومات دارت التارجي اتصلت بالاطراف الامنية خاصة وشنو صار صار اول حاجة اعلام الجماهير حتى تصرف بطريقة تخلي تراجي يتفادى اي مشاكل وصار زادة في عملية بايع التذاكر تثبت نوعا ما خلينا نقول نجمش تثبت مع الناس لكن هذا اللي صار التثبت من الناس اللي تخوف في التذاكر اذا كان هي وجوه مألوفة ولا لا اذا كان الناس معروفة ولا لا هذا اللي صار تقريبا علما انه التذاكر فات اليوم تم طرح وفات في سوايا قليلة واليعدادها تقريبا تسعة الاف تذكرة اذا كان عندك تعليق على هذا مين معناه احنا نحكيو فلوف قتل يختير برجا ومخطر معناها انا معاك في الكلمة هذه اما اشوف حيضا وتجبت نحي خشمك من وجه وقت اللي يرجع بيك الوقت والعقل العمني سيدون لما مكادر صار الكارثة عمني سيدون من ناحية من انه ترجع تونس يكون حذر ويحذر خطر لا يلدغ المرة ومن الجحر مرتين هذا دون بار دون بار مدام صارت مرة نجم صارت مرات في تونس مدام صارت وهذا يموش خطر على ترجي برك رو اختر حتى علام القوم يموش خطر على ترجي ونحن نعرف انه تداعيات المنشأة الرياضية ويحمي الناس الموجودين اختر يسر البلاغ هذا سي 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 اما دي ما نقول لك ترجي التونس منحق لكي يدفع على المصالح ومنحق لكي يدخل في الوليتيك الرياضي الوقائية با ربور الخطر والعمن هو رو موش موش ويحوز منشار يحوز في لازم تكون تحلم باش تتدخر عمورها ما صار عمورها ما تشوف عمورها عمورها ما سي بعدك الفلام انتر دي همين سامحني الفلام في الماتش تاكد داخلي انك تشعل لنرماء في حدود تشعيل ذو اللي عادي لكن الرمي المتاع يدخل في جيد وشي انا ازوز حديث كبار شفتم في حياتي الفيس بذي تايش تصيرو ما تقول لي فاش تحكي وكان انك انت تقول لي ما لها وفا ما تخلب منشار في رأس ونقولك بالحق فاش تحكي هذا مزوز صارو الحاشتين اللي ما تنزمش معنا بالحق تتخيلهم ترجل التونسي منحقو ترجل التونسي منحقو باش يحمي مصالح ومنحقو باش يتبع سياسة وقائية وجمهور ترجل التونسي اذا التزم في ثلاثة مباريات في الفاسدوبول وكان ملتزم وكان مثال يختذب هي زادا ما فهمش عليش بشيكمل الترنوع كاملة تأكيدا الكلام ذي نقول ترجل الحاجة ما يش من عادية يخرج بلاغات بهذا النوع في كل مقابلات في المسابقة الافريقية ترجل يخرج بلاغات خلينا نقول فيه نوع من التوعية نوع من إثارتك الانتماء للتراج يحافظ وهذه المسؤولية وكذا وكذا لكن انه يخرج بهذه التفاصيل فهذا هو الاختيار فما مايون في الحكاية لكل حيدر سمح فما مايون في الحكاية هذوم الكل أثبت في تونس ان تبدأ التظاهرة كبيرة ينجحوا ليون مايون الأمني معاناة الجهاز الأمني في المباراية الكبار لكل اللي يأمنهم ويبدأ عليهم اندي في ينجح فيهم بالضبط معوه الماتش هذي اندي في خليمشوا شوية الأمور الفنية معتش برش وقت ساعة فما فما فكرة ولا فما معلومة بالداولة ما عنده حتى اساس ما صح عنه في مقابلة جامعية تاريانا لعبوا دوزة كون لعب كيباسوه ورودريغيز المعلومة انو الزوز مهاجمين هذو ما ملعبوا حتى تقيقة مع بعضهم معاناة ما كانوش مهاجمين في تفكير كاردوزو في الماتش هميكال هذي الشاي لعبوا رهالي ماتش واحد حايد في المقابلة الاخر ملعبوش مع بعضهم معاناة لانو كي خرجت المعلومة هكا ودارت الناس يتخيل وانو كاردوزو بشي بدل بتاتري شما تكتيك ويلعب دوزا تاكون خلينمشي ديريكت للموضوع هذي تتخيل النجم يغير كاردوزو في ماتش من نوع هذا ما نتصورش ما نتصورش معاناة اسيك ميموزا اكيب معاناة عندها ملو التيران واتاك دي جور تكنيك وربيد ويحب يلعب الوفنسيف دوزا نتصورش كان بشي مشي فيها الحكاية نتصور كاتر واتروا يفا ساكر فيه زكريا العايب كمشي لعب غيلين وإلا بشي لعب زكريا وخلي غيلين عالبنك ويحط ساس معاناة وبوغرة ولا ولا غشة ورودريغيز نتصور هناك كاتر واتروا هي معاناة الشمال اقرب معاناة بشي حطل انترنور شوف فمش عليش مش على خطر الاساك بو كلام واليد معانت صحيح ما نعرضوا في حد شي يما مش نزيد اك حاج اخر لازم انترنور يترانجي الذوم اللي بد عندهم موديل دو يبدأ عندهم انترنور ولا كولتور لكلب اللي حب معانت يحب يحط معاها الموديل دو متاعو مش بشي قد كل مرة يبدل في قد ممكن كامش يبدل يبدل يجور يعمل دي ميكرو شانجمون كمال ماتش التعال كلب افريكا صعيب يسر باش يبدل ان سيستم دو يسر باش يقعد دون المام سيستم دو ذاك اللي يخدم فيه من اللي يخدم في شهرين بتاتر تتبدل الانيمation تتبدل الفكرة تتبدل الجوور تتبدل الزون بريفيرانسي متاع الركوبراسيون يكون مثال يضغط عالي على سيك خطر الماتش يضغط موين في النصف في النصف معانتها موين او ممكن الماتش هذي بشي طلع عالي برش على سيك خطر 60 يكيب تكنيك يحب يدخلها معانتها في الدو ميخالي يشتخرج الكرة تكنيك ممكن فما عنده فكر بشيستكر على الكوتي غوش متاع بوكو متاع لأسيك لكن بطريقة اخرى مشكي الطريقة الاخرى هذك موما اللي ميكروش نحكي الكلم هما نستبعد برش انو يبدل السيستام هذا هو مسال عن الوقت مش نتحدث اكثر منكم في الاختيارات الفانية الكاردوز وفي الماتش ذا وصل الاخر ريكاب سبور كل حدا كتقيقة من عنده حسن اخونا حسن كل حدا مشكل كبيرة شكرا وليد شكرا مين اعطيك ساحة مرويل شكرا عبدالناصر في الخراج الرقمي مش مجيبش وقفنا محمد علي هل ينقع هل تشوف